اغلب الناس بتفكر انه الصبغة الى تأثير على الشاب. الشاب عامل وراسة بالدرجة الاولى. وعامل شيخوخة. يعني الوراسة بتكون من من الاهل عائلة الشابة. انا من الناس طلعت الشاب 14 سنة لحيتي اول شعرتين واحدة سودة واحدة بيضة. فكان عامل وراسة لانوالد الله يرحمه كان شاب والعائلة اغلبتها شابة. ونحن عندنا بجهة الشرق الاوسط واللبنان بالذات الشاب سهل جدا. يمكن من التعب النفسي. يمكن من الارهاق. يمكن من الامور. ولكن في عامل وراسة. بالنسبة للصبغة هذه واحدة من الالف اللي ممكن شعره يتحول لأبيض الشاب من الاكسجينات اذا بتتعمل الاكسجينات العالية كثير. فهذه نادرة جدا. في زبونة او ناس بتقول لك مثلا انا عم تسبغ شعري صار لعاشر سنين عم تسبغ شعره. تقول لك بس وقفت طلعلي الشاب كتير. لا انتي ما وقفت انتي كبرتي. انتي كبرتي بالعمر. كان عمريك عشر صار عمريك ثلاثين. ثلاثين صار عمريك اربعين. فطبيعي جدا. فهادي مرحلة انه بس كل واحدة تسبغ بكمية كبيرة مرتين بالشهر كل خمسة عشرين وعشرين يوم ممكن تسبغة. فمع الوقت هي عم تكبر عم بزيد الشيء بس ما عم تنتبه له انه عم تسبغ. فهادي النقطة انه انتي كبرتي ما.